وقيل في حكمة ذلك أي في حكمة صيام شعبان أنه تهي أهل النفس لصيام الفرض حتى إذا جاء شهر رمضان الذي فرض الله تعالى صومه على أهل الإيمان من شهد منكم الشهر فليصم يكون قد تهيأت نفسه واستعدت وتمرنت وكان عندها من القوة والقدرة ما تقبل فيه على الفرض بقوة ويمكن أن تلاحظ هذا في حال من لا عهد له بالصيام إلا رمضان الماضي إذا جاء أول يوم من رمضان تجد أنه يعاني وتستمر هذه المعاناة مدة من الزمن تفقده لذة العبادة وتفقده الروح الذي يجده بالصيام لو كان قد تقدم من الصيام ما يكون عونا له على استقبال الفرض بقوة